أهلا بكم استشهاد فتن فلسطيني متأثرا بجروحه وإصابة ثلاثين شخصا بجروح في الشباكات وقعت في الأحياء المحيطة بالمدينة القديمة في القدس وفي مخيم شعفات للاجئين خلال إحياء الفلسطينيين ذكرى النكبة مغتل ستة أشخاص في الاحتجاجات التي شهدتها مدن سوريا عدة في يوم جمعة الحرائر وبموازاة ذلك أعلن وزير الأعلام السوري عدنان محمود أن سوريا ستشهد خلال الأيام المقبلة حوارا وطنيا شاملا في كل المناطق وفي ردود الفعل الدولية أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها استدعت سفير سوريا وهددت بفرد عقوبات جديدة كما أعربت الولايات المتحدة عن سقطها لاستمرار القمع الدموي للتظاهرات في سوريا كذلك طلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس أوباما بدعوة نظيره السوري بشار الأسد إلى التنحي مؤكدين أن الأخير فقد شرعيته بسبب قمعه بعنف التظاهرات المناهضة له أكثر من مليون شخص يشاركون في احتجاجات مطالبة بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في الوقت الذي واصل فيه صالح تحديه للمطالب الشعبية ووصف خصومه السياسيين بأنهم قطر وقطاع طرق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يحذر من أسماها بالفئة الضالة التي تعرض أمن وسلامة الوطن للخطر من نفادي صبره وأكد أنه لن يتوانى في استخدام كل إمكانياته وقدراته في مواجهتها حتى يتم القضاء عليها نهائيا استقالة الموفد الخاص الأمريكي إلى الشرق الأوسط جوج ميشل من مهامه في وقت تعد الولايات المتحدة على ما يبدو لمرحلة جديدة في جهودها الرامية إلى تحريك عملية السلام المتعثرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الولايات المتحدة تمتنع عن الاعتراف ديبلوماسيا بالمجلس الوطني الانتقالي غير أنها اعتبرته شرعيا خلال زيارة للمسؤول الثاني في الهيئة القيادية للثوار الليبيين محمود جبريل إلى البيت الأبيض من جهة أخرى نفى أسقف ترابلوس التصيحات التي نسبها إليه وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فاتيني حول إصابة العقيد الليبي معمر القذافي وفراره وكان القذافي أكد في تسجيل صوتي بثه تلفزيون الليبي إنه لم يصب بسوء وأنه آمن في موقع لا يمكن أن تصل إليه قنابل حلف شمال الأطلسين لتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com إلى اللقاء